أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله بدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم إخواني وإخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته بين فترة وأخرى في موسم وآخر نذكر إخواني وإخواتي بأمر لا بأس في هذا الموسم أيضا نذكر الإخوة والأخوات إحداهما حول الصلاة على النبي وآله الصلاة عندنا على النبي وآله أكثر ذكر متردد في أوساط الموالين داخل الصلاة خارج الصلاة الصلاة مزيجة ممزوجة بالصلاوات ركوعا سجودا تشهدا هذه الصلاوات نتقنها بإذن الله عز وجل كيف؟ كنوا معي هذه الكلمة تنفعنا إلى آخر العمر بإذن الله عز وجل كلما صليت على النبي وطالما صليت أولا التفت إلى أن اللهم خطاب مع الله عز وجل في اللغة العربية اللهم أصله يا الله الذي يخاطب الله عز وجل وهو ساهي ينظر للتنفاذ يأكل الطعام يقرأ كتابا ويصلي على النبي وآله هذه صلوات لا تليق إذا خاطبت إنسانا وأنت معرض عن بقلبك تتكلم مع أحدهم وعينك على الجهاز يقول يا فلان انظر إلي لماذا أنت مدبر عني إذن من اليوم فصاعدا كلما قلت اللهم توجه إلى الله عز وجل بالخطاب متوجها والآن أنا رأيت البعض عندما أقول مثلا صلوا على النبي وآله يرفع يديه قليلا يعني يغير من هيئته إن كنت في المنزل مادا رجليك تريد أن تصلي على النبي وآله أيضا عدل من جلستك وقل بعد ذلك اللهم صل على محمد وآل محمد أما إن شاء الله تعمل بهذه التوصية كلما تصلي على النبي وآله تكون مقبلا طبعا بأقل درجات الإقبال وهنيئا لمن يصلي على النبي وآله وتجري دمعته شوقا يمكن يصل الإنسان إلى درجة يصلي على النبي وآله وهو خاشع وخاصة عند قبره عندما تصل إلى ذلك المقام الشريف أمام النبي لو صليت بهذه النية كم ينظر إليك المصطفى وبالمناسبة نحن عندنا حوائج كثيرة إذا لك حاجة مستعصية ما المانع أحد كبار المؤمن الصالحين نعم إذا له حاجة إلى الله عز وجل لا يكلف نفسه مالا كثيرا ولا ختمة مفصلة يقول يا رب إن قضيت حاجتي طبعا بتوجه سأصلي على النبي مرة أو ثلاث مرات أقول اللهم صلي على محمد آل محمد يعني هذا الناذر أقل من الذبيحة أقل من المال ولكن بالله عليك صل على النبي بأدب بتوجه هذا الناذر تعطيك الحاجة يعطيك الحاجة قطعا بفضل الله وكرمه وأما الأمر الآخر وبعدها ندخل في موضوع الحديث كذلك عندما تسلم على الإمام الحسين عليه السلام هل فكرت في هذه الجملة أحدنا يختم زيارة عشوراء أربعين يوما بالمناسبة الموالون لهم علاقة وطيدة بزيارة عشوراء أيام عشرة محرم أيام الأربعين البعض في الشهرين في محرم وصفار يلتزم بزيارة عشوراء وبعض المراجع الكبار سمعت أنه ما ترك زيارة عشوراء في كل يوم بمئة لعن وبمئة صلى الله عليه وسلم على سعة نعم دائرة علميته ذكر لمن ذلك المرجع أستاذ المراجع ولكن يأخذ وقتا من يومه وليلته لهذه الزيارة ولهذا راجعوا بعض الكتب المؤلفة ابحث عن شروح زيارة عشوراء هناك مؤلفات كثيرة اقرأ شرحا مختصرا ما معنى السلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما المعنى هل فكرت في هذه العبارة لو فكرت فيها وعلمت مضمونها طرت فرحا يعني يا مولاي السلام عليك أبدا ما بقيت بقيت أنا وبقي الليل والنهار بعد موتي ما دمت حيا بقيت وبعد موتي الليل والنهار يبقى كناية عن الأبدية وتعلم ما معنى هذه الجملة كن معي من الآن فصاعدا تتوجه يعني يا مولاي أنا أسلم عليك الآن مرة واحدة في زيارة عشوراء ولكن يا رب يا أبا عبد الله سجلني زيارة في كل آن أنا كذا أفهم ما المالع ملك من الملائكة الملائكة بين يدي المولى مثلا يكلف ملكا يسلم على الإمام في كل آن نيابة عنك أبدا ما بقيت أنت تسلم مرة واحدة ثم تنام في حال النوم ما المانع هناك من يسلم على الإمام نيابة عنك لا تستغرب في شهر رمضان تتنفس أنفاسكم تسبيح المانع أنفاس الموالي سلام على الحسين عليه السلام هذه بتلك هذه كهذه لا تستغرب هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة وهو نائم نفسه تسبيح حتى في غير شهر رمضان لأنه في ضيافة الله عز وجل من صار لله وليا هو ضيف الله في كل آن نفسه تسبيح في كل آن لومه عبادة في كل شهر وكذا كل أيامه شهر رمضان وكل لياليه ليالي القادر نكتفي بهذه المقدمة التي طالت قليلا لكنها نافعة بإذن الله قبل أن ندخل في صلب حديثنا السابق صلوا على محمد وآل محمد ومنك صليت الآن على النبي بتوجه أكثر من السابق توجهت في قلبك هذا اليوم تمرين إلى الأبد إلى آخر العمر أدم على هذه النية نية التوجه والخشوع والإقبال على الله عز وجل لما خلق الله آدم على هيئته الطينية من صلصال من حمأ إلى آخره يقول فإذا نعم سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين مادام قينا لم يسجد لآدم متى سجد له عندما نفخت نفخت فيه الروح عباداتنا كهيئة آدم إن أقبلت في العبادة هذه العبادة تصبح حية وإلا هي شبيهة بالعبادة شبيه الحج والصوم إلى آخره إن شاء الله كلنا في هذا الطريق أما حديثنا الذي بدأناه الأسرة الفاطمية لا أقول السعيدة نحن لا نتزوج لأن نكون السعداء هذا شعار أهل الدنيا يبدو أن نتزوج لتصبح هذه الأسرة أسرة خالدة في الجنة وتعلم أن المؤمن يوم القيامة رب العالمين يجمع له زوجته ذرية رواية طريفة المؤمن في الجنة يرى كل أحد حوله من أهله وأقربائه وهنا التفاتة مهمة جدا أمر عليها سريعا رب العالمين يعامل أهل الجنة بأحسن أعمالهم دابت الحج عشرين مرة إحدى الحجاج كانت متميزة رب العالمين يعطيك ثواب عشرين حجة متميزة بحسب تلك الحجة وهكذا الصوم وهكذا العمر وهكذا وهكذا أنا كذا أفهم يجزئهم الله بأحسن أعمالهم طبعا المفسرون اختلفوا ولكن أنا أختار هذا الوج لأنه يليق بكرم الله عز وجل ليس كلامي في هذا يوم القيامة رب العالمين يجمع شملك بمن؟ بأبويك بزوجتك وأولادك الأب منزلته في درجة دانية الأم كذلك أنت في درجة عالية يعني رب العالمين كيف يجمع ينزلك إلى درجة أبيك أو يرفع من درجة أبيك إلى منزلتك فالثاني هو الصحيح هذا هو الكرم يقال يا فلان يا أبو فلان ابنك من المراجع صار من بعدك من أولياء الله من المجاهدين من الشهداء درجته عالية ارتفع إلى درجته ألا يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقا أي ارفع من درجاتك يا له من مزيئ إذا الأبوان مقامهما أعلى أنت الولد يرفعون مقامك إلى درجة أبيك فأكذا زوجتك الشاهد العبارة للغاية للطريفة رب العالمين يجمعهم جميعا الأب والأحفاد حتى الآباء والأجداد المؤمن في الجنة ينظر يمينا وشمالا يرى مكانا خاليا يرى شخصا لم يحضر في الجنة يقال يا رب خويدمتي لدار الدنيا لنا خادمة تخدمنا طوال العمر أريد أن تكون معي في الجنة أيضا الرب الذي يجمع شملك بالخادمة لا يجمع شملك بأولادك بأحفادك خذها واقتدم ليس كلامي في هذا الأسرة الصالحة هذه عاقبتها لنسى الدنيا دار مرح وسرور خلقت الراحة في الجنة والناس يطلبونها في الدنيا المهم الأسرة الفاطمية وأنت تعلم أن الأسرة الفاطمية كم لاقت من المحن الأسرة من؟ فاطمة أبوها بعلها مدوها أيها أولاء سلم من البلاء فاطمة وما أدراك ما جرى عليها أمير المؤمنين صبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا المجتباء ينفذ ما في جوفه دما عبيطا وأخيرا صاحب هذا المقام لا يومك يومك يا عبد الله هذه الأسرة الفاطمية وبعده زين العابدين المغلول في الأغلال الجامعة الإمام الباقر والصادق المسمومين الإمام الكاظم المسجون الإمام الرضا المنفي الإمام الجوال المقتول في شبابه العسكريان المقتولان سمّا وَوَلَدُهُمُ الْمُغَيَّمِ كل واحد لهم ابتلاءه ولكن يأتون يوم القيامة بأي حال الله أعلم ألوية الحمد ألوية التكبير الملائكة تحف بهم يا معشر الخلق وضوا أبصاركم لما تجوز أمتي فاطمة أهل المحشار ليس كلهم محارم على الزهراء نعم ذريتها أصهارها ولكن باقي الخلق وضوا أبصاركم فاطمة ستمر يا له من منظر مهم أنياً لذريتها المهم أرجع وأقول من أراد أن تكون له ذرية فاطمية ليس بالضرورة أن يعيش الهناء أنا أعلم بعض المؤمنين نعم وعائلته على ما يرام متأسين بهذه الذرية ولكن زوجته فيها ما فيها من البلاء هو مبتلى ذريته مبتلات ولكن تنظر إلى نور الإيمان في قلوبهم أدخل بعض المنازل الأب مبتلى الأم مبتلات البيت يشع نوراً أرملة أم الشهيد أخت الشهيد زوجة الشهيد الأيتام في المنزل يبكون لفراق والدهم ولكن ترى سماء النور يلف وجوههم وتدخل بيتاً فيه طرب فيه مجون بيت فاخر أثاث مميز ولكن البيت كأنه بيت الأشباح أنا زرت بيوت البعض تريد أن تهرب من المنزل بيت فاخر ولكن كأن الجن قد سكن في هذا المنزل إذن الأسرة الفاطمية لا تعني البيت السعيد مادياً السعيد معنوياً تقوم الزوجة في جوف الليل أنا قلت هذا المعنى تقوم الزوجة لقيام الليل تقول في قنوة شويتر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الزوج في غرفة أخرى يقول هب لنا هذان الدعاءان إذا اجتمعا رب العالمين يبخل هلا يعطيه ذرية طيبة نعم إذن عليكم في سلوك هذا الطريق وصلنا إلى أواخر الحديث كان حديثنا في نعم في مناسبة زواج النورين قبل يومين نختم الحديث في هذا الملف هناك فقرة جميلة في زيجة فاطمة عليه السلام وأمير المؤمنين صلوات الله عليه فقرة جميلة أخواني كنوا معي جيداً أهل البيت كرماء وأوفياء أقل حركة أقل خدمة تقوم بها لا تنسى تسقي شر كأساً من الماء في مجلس الحسين هذا بعين الزهراء صلوات الله عليها ترتب النعال تدخل المجلس ترى النعال مرتبة أحدهم نعم ذو وجاها يقول هذا العمل الذي يناسب ليتواضع لهم أسماء بنت عميس أو عميس النساء ذهبت ليلة نعم عرص فاطمة من يبقى في المنزل رأى النبي أسماء باقية قال لها أسماء ما لك هذه الليلة ليلة علي وفاطمة ما لك واقفة وإذا بأسماء تقول أنا الذي أحرس ابنتك يا رسول الله يعني قلبي لا يطاوعني واقف الآن خارج الدار في فناء المنزل في الطريق لا أدري تقول أسماء أريد أن أكون حارسة لفاطمة وفاطمة لا تحتاج إلى ذلك هذه الحركة المشكورة من أسماء ما هي نتيجتها النبي دعا لها فقال فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم يعني بهذه النية الطيبة اللهم احرس هذه الأم هذه فهذه المرأة المؤمنة طبعا البعض يقول المراد بهذا الدعاء فاطمة صلوات الله عليها ولكن ذو وجهين ثم بيت فاطمة قلنا النبي دعا قال اللهم قرأنا في الأمس أن النبي دعا لهذا البيت اللهم بارك لقوم جل آليتهم الخزف ولكن أضاف عنصرا غيبيا دعا بشات شات واحدة وأطعم بهذه الشات القوم جميعا الكل أكل من هذه الشات وضع النبي يده على رأسها أراهم هذه الآية المائدة السماوية مائدة سماوية من الجنة بمناسبة اجتماع النورين النيرين اللهم عرفتنا في الدنيا منزلته ورزقنا محبتهم ومودتهم وحشرنا في زمرتهم إنك على كل شيء قدير قالي هذا الدعاء دعاء الفرج أيضا بتوجه هذا الدعاء إذا رأىك إمام زمانك وأنت بجوار الحسين تنهج له بالدعاء يدعو لك نقف جميعا إجلال الإسم يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم ممتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إن الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا توجه بقلبك إلى إمام زمانك وكأنه واقف أمامك وأنت تنظر إليه يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهان عند الله اشفع لنا هذا قطاب لإمام زمانك الآن خاطبوا رب العالمين ارفع يديك إلى السماء اللهم كن لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى بائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليكا وحاطة وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعات بل لغرواح المؤمنين والمؤمنات فواب الفاتحة مع الصلاة أحسن اب ما إبدا genuinely أرسال رح الا ترجمة نانسي قنقر